إذن دعينا نوضح أولا ما هو مزاد العملة في البنك المركزي هذا المزاد استحدث في العراق بعد عام 2003 من قبل البنك المركزي العراقي وأكدت منظمة الشفافية العالمية اعتباره شكلا جديدا من أشكال الفساد الاقتصادي المرتبط بعملية غسيل الأموال في العراق ليصبح وسيلة لتهريب الأموال أيضا علما أن هذا المزاد لا مثيل له في منطقة الشرق الأوسط ويتمحور مزاد العملة حول بيع الدولار إلى المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي لإدارة عملية استيراد البضائع وتصل مبيعات مزاد العملة من الدولار إلى حدود 180 مليون دولار يوميا شبهات عدة تطال شخصيات سياسية نافذة بالوقوف وراء تلك المصارف لإدارة عمليات فساد وفيما يصف خبراء اقتصاد مزاد العملة بأنه واجهة استنزاف للدولار وفرصة لبعض المصارف التي تمتلكها جهات متنفذة لتحقيق أرباح كبيرة تتحدث غالبية التقديرات عن بيع البنك المركزي العراقي أكثر من 500 مليار دولار في عملياته اليومية المستمرة منذ عام 2003 خرجت أغلب هذه الأموال من العراق إلى دول أخرى دون أن تحقق منفع للدينار العراقي وقيمته التي ما زالت تحت الحد المنطقي لخامس أكبر منتج نفطي في العالم وهو العراق كما هو معروف واعتبرت المنظمة الشفافية أن مزاد العملة يعد من أكبر التحديات التي تواجه الدولة العراقية إذ يشوه السياسة العامة ويهدم الاقتصاد وتم استغلال مزاد العملة من قبل أصحاب النفوذ والطبقة السياسية الحاكمة وخاصة تلك المرتبطة بإيران في تهريب أموال العراق وغسيل الأموال وتدويرها لصالح الاقتصاد الإيراني لمواجهة العقوبات الأمريكية وهذا أمر معروف ومصالحهم طبعا هذه الطبقات السياسية الخاصة وبذلت اللجنة المالية لمجلس النواب والمنظمات الدولية المختصة جهودا حتيثة في كشف هدر وتهريب ما يقارب 312 مليار دولار إلى خارج العراق عبر شبكات مالية وشركات وهمية ومافيات ما زالت تتحكم بسعر السوق العراقي ومعروف مزاد العملة هو وجه كبير للفساد في العراق بالفعل يبدو أن هذا الموضوع يتفاعل كثيرا عراقيا وأيضا سوف نتابعه مع ضيفنا شكرا لك هدير على إضاحة صورة لنا شكرا لك